واخد رأيك فيه ونرجع تاني بتطرق أم أفريقية النهاردة نادي التعاون السعودي بيعلن ضم رسمياً مصوفة فتحي إلى عبنات الزمالك وبالتالي خلاص كان فيه كلام إن الأمور كانتها بتتصعب على هذه الصفقة لكن رسمياً نهاردة نادي التعاون بيعلن انضمام مصوفة فتحي إلى صفوفه رأيك في الانتقال ده كابتا؟ والله هو يعني بعد اللي احنا شفناه الفترة الأخيرة دي الراجل كان كمان 3-4 شعور يمضي بلاش لأي حتة فإن الزمالك استفاد بيه غير ما حصل أيام ساسي وغير ما بيحصل دلوقتي في الوقت بتاع بين شرق وكده فأنا شايف لأن الراجل مصطفى مش عايز يكمل عايز يطلع بره ده حقه عايز يحسن الزمالك مش محتاج واحد زي مصطفى طيب؟ محتاج طبعاً بس انت برضو بص إن هو واخد 2.5 مليون فيه لعبة بتعرفش تباصي وده 17 و15 مليون بس إحنا بنقول إيه؟ عشان بس الناس جمعيري الزمالك ما تزعلش وتحط إن إنت لو إنت مقدره من البداية مادياً هو مش يسيبك لو إنت مقدره مادياً طب أنا في حتة كمان كنت أنا أزكى فيها إنت يعني مفروض الموضوع ده من بدري كان وقت ده مسألة وقت مصطف فتح مش يقول لك حاجة لو إنت قلت له تقدير مادي بس كان التوقيت كان لازم كان يبقى ما الكلام ده وكان فيه لجان واللجان كانت جاية تطفش مش جاية تلم هو من اللي تطفش ساسي؟ من اللي تطفشه؟ ما اللي جان؟ من اللي تطفشت لغاية دلوقتي متطفشها بن شرقي؟ ما هي اللي جان؟ ماشي بس أنت جاي بعد خراب ملطة ملطة خربت فأنت جاي دلوقتي والراجل مضى وممكن يكون خد في لوز سواء بن شرقي ولا مصطفى فهم بيعملوا المتاح يعني قاعدوا مع مصطفى وكانت قاعدة اتزاعت مع مصطشار مرتضى وقاعدوا مع بن شرقي والمشكلة كلها أن الناس خلاص بقى شافت الملايين ومطت عن ملايين فأنت حتى لو جيت ترجع ترجع ايه مع الزمالك عنده مشاكل ما فيش تأييد وما فيش فلوس والدنيا صعبة وداخلين على انتخابات وكل اه الدنيا بتتعدل بس بعد ما خربت فكل دلوقتي اي حد هيتفش من الناس زمان هي الفكرة كان عنده مصطفى كانت مدى ولا كانت توقيت انه حد يتكلم معه بس التوقيت في البداية انه قبل ما يطلع كان لسموحة عارة كان لازم يجدد يجدد ويمدد ويمدد وياخد فلوسه ويعرف هو ياخد كام ده انت زيزو زيزو كان بياخد 2 مليون جنيه ده لولا الفترة اللي هم قصر فيها الدنيا دي يشوف العادة وفيه ناس تانية انا بقولك ما دي مشكلة نادي الزمالك ان فيه ناس ما بتعرفش اتباصي وبتاخد ملايين وبيجروا رام عشان يجددوا لهم وفيه ناس تانية اللي هي بتبقى شايلة الفرقة الغلابة لما بيجوا يجددوا لأ انت تبك كده فما ينفعش طب انت رأيك مبارح في قرارات مجلسات النادي الزمالك بالخصومات وفي نفس الوقت عارض اتنين لعيب احنا قلنا اسميهم هنا روئة ووبام اوباما وروئة طب واناد انت عايز تزاو الثلاثة هم مارو اتنين واسلام جابر من مصادرنا وصل لنا الاتنين دول واسلام جابر لا لا فيه كتير والله العظيم فيه كتير مالبس فانال اتنين الزمالك اذا كنت هتتكلم بجد بقى وبدون عاطفة لا فيه ناس مستخبية والله ما تمشي من جنب بنات الزمالك مش تلبس فانالوتو ما تمشيش من جنب بنات الزمالك